مواجهة الإرهاب الدولي واجب على جميع دول العالم أين محل هذا موقف دمشق الثابت وبذلك يقاس الأمر فيما يخص موقفها نحو نقل أردوغان للمسلحين المتواجدين على الأراضي السورية إلى ليبيا بعد جلبهم عبرها إلى سوريا سابقا نحن في سوريا مع الحفاظ على وحدة ليبيا كما نسعى على الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبان نسعى أيضا على الحفاظ على وحدة ليبيا أرضا وشعبان ولا نتمنى أن يتدخل أحد في هذا الخلاف بين هؤلاء وأن استمرار هذه الحرب أعتقد أنها ليست في صالح الشعب الليبي بل في صالح الدول المتأمرة على هذه الدولة يرى متابع الشأن السياسي في دمشق نقل المسلحين إلى ليبيا كحماية لهم وتحريكهم بعيدا عن نيران الجيش السوري ما يعكس عدم ارتياح سوريا للحفاظ على بقاء بؤر إرهابية محمية تركيا في أي مكان في العالم طبعا هذا الفعل مرفوض بكل المقاييس لا يمكن لسوريا أن تكون مرتاحة لأن ينتقل الإرهابيون من أراضيها إلى مكان آخر لأن المتضرر من الإرهاب هو جميع دول العالم في النهاية عندما يكون هناك ملاذ آمن للإرهابيين على الأراضي الليبية فهذا يهدد لاحقا حتى بعودتهم إلى الأراضي السورية ربما تكون المخاوف الحالية في دمشق تدور حول نقل المسلحين إلى ليبيا بما يخدم المصلحة التركية تغيب التصريحات السورية الرسمية فيما يتعلق بنقل مسلحين من الأراضي السورية إلى ليبيا إلى أن دمشق ترى الأمر من زاوية نقل الأفعال الإرهابية من بقعة إلى أخرى كفعل إرهابي بحد ذاته وتدخل في سيادة دولة من قبل أخرى لا تملك أي أحقية بذلك محمد طوالب الغد دمشق اشتركوا في القناة